اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان خلاص يعني 24 ساعة بيفصلون عن معدنا مع مباراة مهمة جدا وحاسمة للمنتخب الوطني حيواجه فيها المنتخب المغربي في الدور الثامن من بطولة كاس الأمم الأفريقية اللي حيحصل المنتخب المصري قادر يتخطى المغرب ويحجز مكان في المربع الذهبي هي الأوراق الفنية اللي احنا نعتمد عليها وتعزز موقفنا في المباراة عندنا برضو عدد من الإصابات يقلق شوية لكن يعني إن شاء الله يقدر كارلوس كيروش أنه يصنع الفارق ويحقق البطولة التمنى للمنتخب الوطني في تاريخ كاس الأمم الأفريقية خلونا نتكلم بالتفصيل ويعني نحاول نسأل كل الأسئلة اللي جاية في دماغنا كلنا لناقض الرياضي محمد عيدل صباح الخير عليك يا محمد صباح الخير سيدها دين صباح الخير شايف المباراة بتاع بكرة ازاي وهل هللعب بنفس طريقة كوتفوار ولو لعبنا بنفس الطريقة هنخلص المواطش ازاي حكي لنا كده إيه الأوراق الفنائي اللي كيوش يعني ممكن يعتمد عليها بكرة في ظل كمان الإصابات احنا عندنا شناوي دينا على قلبنا كلنا من الإصابة معتقدش ان هو في قيمة اللعب لا لا محمد ابو جبل هيشارك أساسا ان شاء الله محمد ابو جبل برضو يعني صد كرة للمواطش اللي فات يمكن خلصت الموضوع يعني فالحمد الله يعني الحمد لله مباراة اللي فاتت مباراة كوتفوار كانت من مباراة مهمة جدا جدا عشان تدي الثقة للعبين وتدي الثقة للجمهور إحنا من زمان ما لدينا شمطش كبير زي ده قدام فريق فعلا فيه كمية لعيبة كبار قوي ومهوبين ومحترفين في عندها كبيرة جدا جدا أداء على مدار المائة وعشرين دقيقة مش بنتكلم كمان تسعين دقيقة مائة وعشرين دقيقة أداء متوازن جدا أداء قوي جدا البودل اللي بينزلوا كانوا على قدر المسئولية جدا جدا شوفنا يعني محمد أبو جبل مثلا نزل مكان محمد الشناوي نتمنى الشفاء لمحمد الشناوي محمد أبو جبل عمل مباراة كبيرة جدا شال كورة في الاكسو تايم مهمة جدا شال ضرب الجزاء وديد تديله ومحمد أبو جبل كبر السنو ده رابع ماتش دولي يلعبوا مع المنتخب المصري فالبانالتي اللي صده من أريك بايلي وهو واحد اللي بيلعبه في مانشستر ينايتد ده بيديله ثقة كبيرة جدا بقى بيديله وكأنه لاب خمس ست مباريات دولية في كورة واحدة بس وهاكت الحاسمة في تأهل مصر الدور التامانية مباركة مهمة جدا مباركة كوتفور جمهور كان داخل اللي هو بعد الأداء اللي كان في دور المجموعات لا احنا مش الموضوع صعب الموضوع صعب جدا جدا وخصوصا ان كوتفور المبارا اللي قابليها كانت متفوقة بشكل كبير على الجزائر والجزائر وما قد رلم الجزائر يعني اللي قدت مستوى سيئ جدا في البطولة لكن عامنا مبارا كبيرة عندهم لعيبة أقوية جدا جدا مع أنديتها في أوروبا عاملين شغلة عظيم جدا جدا هالر اللي هو المهاجم ده هداف دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات لغاية دلوقتي جاب عشر أهداف مع آيكس لكن ما شاء الله يعني نتكلم على محمد عبد المنعم لعب لسه بياختو خطواته الأولى فيه المباريات الدولية مع المنتخب المصري هو لعب كارلوس كيروش بصراحة يعني الميزة الكبيرة اللي عنده إنه بيطلع أكتر من اللاعب بنشوف محمد عبد المنعم بنشوف عمر كملاعب الواحد صحيح مهند لاشين بنشوف أكتر من اللاعب مهموش يعني هو البداية هو هو اللي دخل ناس جديدة ما قلنش أول مشاركة ليه مع المنتخب الأول كان في عهد كارلوس كيروش صحيح وفاكرين اللي هدف اللي جابه في مرمى ليبيا فهو بيطلع لعيبة كتير وبيديهم الثقة الثقة دي باينة جدا في الملعب محمد عبد المنعم لعب مئة وعشرين ديئة فعلا إحنا محسناش بسيباستيان هالر خالص رغم أنه هو مهاجم قوي جدا جدا أحرز راكل الترجيح مهمة جدا جدا فدي كلها ثقة من بره من الجهاز من المدرب ودي الثقة دي أعتقد أنه أنا أكاد أجزب نهاية موجودة عند كل اللاعبين دلوقتي يعني مش عايزة أقول أنه هو لو أي 11 هينزله هيعمله يعني هيقده بنفس الأدوة لكن ما فيش حد هيأثر أبدا كله هيبقى على قدر المسؤولية طيب سم حامل يمكن خلينا بقى ننسى اللي حصل وإحنا أولاد النهاردة أو تحديدا بكرة بقى يعني الناس كلها حطها دي على أولادها بكرة من بعد المباراة على طول لغاية بكرة بالظبط يعني خلص مش عاوزين نتكلم على لأن فكرة اللي احنا نقض نعظم فيه الزات وإحنا عملنا ولعبنا كويس أحيانا بيهزل ثقة شوية ويخلينا لدخل بغرور صحيح المباراة انتهت بالظبط المباراة انتهت وإحنا بنلعب على اللي جاي دلوقتي يمكن فيه المباراة اللي فاتت كان عندنا يعني لعب مميز جدا لعب خط الوسط بنتكلم على حمدي فتحي حمدي فتحي وهو مصاب إيه الأوراق الجديدة اللي هيلعب بها كروش عشان يقدر يعوض إصابة حمدي فتحي طيب بالنسبة ليه بديل حمدي فتحي أو إزاي ممكن كروش شلب في عدم وجود حمدي فتحي فيه أكتر من طريقة ولكن برضو إحنا هنلاعب منتخب قوي منتخب المغرب إزاي منتخب المغرب يتعامل في منطقة نص الملعب ومنطقة نص الملعب هي يكون نقطة الفصل ما بين مصر والمغرب بقر لأن برضو نص ملعب منتخب المغرب تقيل جدا صحيح بنتكلم على لاعب اسمه سوفيان مرابط ده بيعتبر هو رئة منتخب المغرب هو العرد منتخب المغرب يعني خلاص هو يعني على القايمة الأولى في تاتنهم في يعني ممكن في خلال يوم أو يومين ممكن نلاقيه أو في آخر الشهر ممكن نلاقيه في تاتنهم لعب كبير لعب هو اللي بيهدي اللعب وبيوزع الكرات يعني صحيح عندنا كمان عمران لوزا لعب وولفرهامتن عندنا أشرف حكيمي لكني إحنا عندنا محمد صلاح بار لا أشرف حكيمي شايف السناري ده يمشي إزاي يعني يعني ده في ناحية وده اللي اتنين بيلعبوا يمين فمش هيقبلوا بعض خالص ففي نص الملعب فيه أكتر من عنصر قوي بالنسبة لمنتخب المغرب وبيعملوا كمان كسفة هجومية المشكلة بقى كيروش هيقابل ده على أكتر قوية دي هنعمل معها فيه أكتر من الطريقة الأأمن اللي ممكن كيروش يفكر فيها إنه هو بدل حمد يفتحها يلعب مهند لاشين آه مهند لاشين ما عندوش الخبرات الكبيرة ولكن مين يعني منتكلم في الربع الفريق مش أيمن أشرف يعني لا ما أعتقدش إنه هيكون أيمن أشرف فهو جرب أيمن أشرف في المركز الزوغ وما يعني إحنا ما حسناش بال أنا عاوز أقول حيك حيك أول ما قلت مهند لاشين الكل في الكنترول بيقولك لأ هيلعب بأيمن وهما بيرهنوا على ده فترد عليهم تقولهم يدلو ممكن ممكن برضو يحط أيمن ولكن برضو أيمن مش ده مش مكانه طب ليه شايف مهند هو اللي يمشي في المباراة لأن ده ما كانه الطبيعي هو مهند لاشين لعب وسط ملعب مدافع من ساعة ما بدأ الكورة هو بيلعب لعب وسط مدافع آه بس كيروش برضو معودنا بقيله شوية وبيلعبش حد في مكانه ولكن في المباريات المهمة والفاصلة لزي دي يعني حتى لو نفعل مباراة الجغائر في كاس العرب وهي إحنا كنا نتأهلنا خلاص للأدوار الإقصائية في كاس العرب إحنا شفنا ده قوي جدا جدا من كارلوس كيروش ومن اللاعبين هو لا هو مش هقدر أغامر في ده أنا خلاص أنا وصلت في مرحلة أنا بلعب دور تمانية بلعب في أقوى تمانية في أفريقيا مش هقدر أغامر في ده المغامرة هنا لمهند لاشين ما عندهوش الخبرة دي ولكن في نفس الوقت هو مهند لاشين هو الأقرب لمكان رقم ستة أو المدافع رقم ستة أو خط الوسط المدافع ممكن يلعب بأيمن أشرف وهيلعب عمر السلية ناحية ليمين وسط أيمن وأيمن أشرف وسط أيسر ومحمد النيني يلعب كلام رقم ستة في بقى فكرة تانية خالص بقى إن هو ينزل بأحمد سيد زيزو مع محمد النيني وعمر السلية يبقى أحمد زيزو لأنه أحمد زيزو في مبارك كوتيفور برضو لعب في بعض الأوقات كان فيه سويتش بينه وبين محمود ريزيجي بيحصل إنه لعب ناحية الشمال شوية وقدى بشكل دفاعي كويس الطاقات الحاجة بتقولها دي كلها فيه يعني ظل التكنيك اللي دايما بيعتمد عليه المغرب من خلال المتابعة يعني بيلاقي إن البكين دايما بيتقدموا وبيعملوا كورة عرضية هل وجود عمر مرموش ووجود محمد صلاح هيمنع الخطة دي؟ هو عشان نتكلم يعني بأخثر دقة هو البكي يمين بس هو أشرف حكيمي بس هو اللي بيتقدم أدم مسينة موجود ناحية الشمال موجود متسبت لإن قدامه جناح مهم جدا اسمه سوفيان بوغال سوفيان بوغال هو أصلا جناح أيسر ولكن لما بنتفرج على المباريات بيلاقيه بيضم فيه وكأن فيه حركة ترضية بينه وبين أشرف حكيمي أشرف يتحرك بنلاقي المهاجم يعني شوفنا في المبارات ملاوي مثلا يوسف النصري هو واحد من أهم العيبي فريق أشبيلية في أسبانيا مهاجم قدير يعني مع أشبيلية بيتحرك مع أشرف حكيمي بيسحى مع المدافعين أشرف يتقدم وسوفيان بيدخل من الشمال لمنطقة النص حتى لو شوفنا تحركات اللاعبين على مدار المباراة مش هنلاقي معظم الوقت مش هنلاقي سوفيان موجود ناحية الشمال هنلاقيه في النص يكون موجود في منطقة اللي قدام منطقة التمنتاشر وهو أسابق كمان المهاجمين فأعتقد أن ده هيتغير بكرة بوجود محمد صلاح لأن أدى مسينة لوحده ما يقدرش يواجه محمد صلاح هيكون فيه مساندة من خط النص وده اللي بنتكلم عليه بقى أنه ممكن هنلاقي مساحات في خط النص وده شوفناه في مرات ملاوي بس أنه فيه مساحة ما بين سوفيان مرابط وما بين عمران لوزا وسيام وسليم أملاح يمكن ده بسبب أن ملاوي تقدمت الأول بهدف مفاجئ فلاقينا المساحة دي برضو فيه فرق كبير ما بين منتخب ملاوي ومنتخب المغرب ومنتخب ملاوي ومنتخب مصر فيه فرق كبير لكن في بقية المباريات منتخب المغرب فاز على منتخب مصر 13 مرة ومصر فازت 3 مرات وتعدادنا 11 مرة لكن فيه بقى رقم مهم جدا نحن المرات دي مش عايزين نمشي بالأرقام بالأرقام مش في صالح التلات مرات دول منهم مرتين في أدوار إقصائية في كأس الأوم الأفريقية مرة في دور قبل النهائي سنة 86 نتفاعل بأفريقيا جول الشهير تحكى كابتن طهر أبوزي سريعا جدا لو هناخد توقعات حضرتك للمباراة شايف المباراة تمشي إزاي؟ فيعلم من 30 ثاني هنكمل لوقت إضافي لأن الاتنين هينزلوا حاضرين جدا جدا ما فيش حد هيباغت بالهجوم إلا لو فيه حاجة مفاجأة حصلت في المباراة أنا نفسي حد يخلص ومن يفضلش زي مباراة الكتبور الحقيقة نشكرك فكرة جزيزية محمد عجل بنكد رياضي نتمنى طبعا الفوز لمنتخبنا الوطني بكرة في هذه المباراة